ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق قدمت تهاني للأهلي بفوزه في نصف نهائي كأس السوبر المصري على سيراميكا كيليو باترا أشاد بأداء الأهلي وتحدث عن استراتيجية المدرب أيمن الرمادي وفي تصريحاته أشار إلى أن الأهلي فاجأه بأدائه وضغطه منذ بداية المباراة مع تحليل لخطة الرمادي التي كادت تجدي نجاحا تحدث أيضا عن أداء فيوتشير في مواجهته مع بيراميدز مؤكدا أن الفوز للأهلي أنقذ بطولة السوبر بسبب التأهل النهائي في نهاية التصريحات أعرب عن رأيه في تنظيم البطولة بشكل حالي مشيرا إلى أن الأهلي أنقذها بسبب تأهله للنهائي مع التأكيد على أنهم غير مؤهلين للمنافسة في بطولة السوبر بنظام الدور الحالي الذي يتضمن أربع فرق وأشار ضياء السيد إلى أن الأهلي بطلا من طينة الأبطال رفضت الاستسلام رغم الضغوط وثناه إلى أن إمام عشور كان مركزا ومؤثرا في الهجوم وفي تقييمه لأداء الرمادي ألمح إلى فارق الجرأة الذي قد يحدث عند مواجهة الفرق الكبيرة بالنسبة لمواجهة فيوتشر بيراميدز عبر عن عدم تفاجئه بفوز الأول مستشهدا بتراجع أداء بيراميدز وفاوض على أداء فيوتشر وفي ختام تصريحاته المح إلى التحديات التنظيمية لبطولة السوبر بسبب الأجندة الدولية مؤكدا أن الأهلي أنقذ البطولة ومشددا على ضرورة إعادة النظر في تكوين البطولة لضمان جودة المنافسة